هكذا بدت مدينة الهجرين التاريخية التي تمثل بواب الدوعان المنيعة وإحدى مدن حضرموت التاريخية والتراثية التي تزخر بطابعها المعماري الفريد تعد الهجرين من أمنع البلدان الحضرمية وأفضلها تحسينا يرى القادمون إليها من جميع الجهات في موقعها نموذجا فريدا التبدو المدينة وكأنها جزيرة تتوسط مجرى واديين هي تعتبر طبعا من المدون اليمنية القديمة لها ارتباط تاريخي بالتاريخ اليمن القديم ولمدينة الهجرين ترابط مع قبيلة كند العربية التي يعود ذكرها في نصوص المسند السبائية للقرن الثاني قبل الميلاد هذه البيوت الشاهقة والمتلاصقة يزء من العمارة الطينية في وادي حضرموت فجميعها بنيت من الطين واللبن منذ زمن بعيد فكيف استطاع القدامى بناء كل هذه البيوت الشاهقة في هذه الهضبة المرتفعة ويميزها عن بقية المدن أنها بنيت في جبل مرتفع يعني في جبل مرتفع وبنيت وتعبوا الأجداد في بنائها وجابوا يعني المدر والطين من الحمير ترابط بيوت مدينة الهجرين كترابطها الاجتماعي فمع عصرية كل يوم يجلسون في السوق يتبادلون الحديث حيث يشعر الزائر لهذه المدينة وكأن أهلها أسرة واحدة فالمدينة زاخرة بالحياة والأنهار والجداول وأشيار النخيل والسدر كما تتميز هذه المدينة بخاصية تتفرد بها عن غيرها من مدن حضرموت وهي تحر رؤية هلال شهر رمضان المبارك الهجرين أرض الشاعر الكندي امرأ القيس والذي قال في إحدى قصائده الشعرية يفتخر بأصوله اليمنية دمون إن معشر يمانون وإن الأهلنا لمحبون حدد مساعد قناة بالقيس من مدينة الهجرين التاريخية دوعا